في حلقة اليوم من برنامج كتاب تلقينا بالطفل محمد بالمضيق وتقسم على حبه لكتاب قرأه صلتنا الضوء على مبادرة جميلة بشاطئ الدالية بالمضيق إنجاز مكتبة شاطئية كي يستعبدوا منها المصطفين ثم اللقاء مع فدوى ميسك لتحدثنا معها حول أول عمل أدبي لها مصرحية كينا نومير فدوى دابور سيان فرنسي سيكون قم بوحصة نداليجان مرحبا دكو نومير بيزة تياتر أشناوا بعدك اللوبيتش اللوبيتش هو واحد خمسة ديال النصا خمسة ديال الجنفهم كيهدرو على قسم بالأم ديالو كل وحدة بيانسور عندها هما دي مونولوج يعني كل وحدة غادي تأخذ الكلمة بوحدها في الأسين وغادي تتكلم كل مرة مع واحد على وغا عندنا البرسوناج الدمارية اللي غادي تكونك تتكلم مع أمها عن طريق واحد الرسالة غا تكسبها لها إيمان غادي تكونك تتحضر مع الأم ديالها اللي في الإناش واللي اللي هي على سرير الموت في الدواء غا تتحضر على الأم ديالها مع الجمهور كينا مثلا الحنال اللي غا تتحضر في ميساج فوكال على واتب وكينا ساميرا اللي غا تتكلم علامها والعلاقة بمها مع أم سيكاتر كلهم غادي تتكلموا على هذه العلاقة اللي فيها بزاف الحب ولكن فيها بزاف العتاب والأم وفي الفصل الخر غا تجمعوا هاد النصاب عن طريق الصدفة في عيادة ديال الطبيب وغا تتكلموا على هذا الموضوع ديال العلاقة بالأم ولا لتخنسميسيون ولا لاله في الدواء كان عارفك يعني هدا طويلة وكنشوف مثلا الكتابات عكفة في مواقع التواصل الاجتماعي دائما كتكتب على الأم ديالك يعني تطربتك واحد علاقة جميلة جدا بالأم ديالك علش هاد النصاب واش هو واحد صورة جمع طبعا الحل الأم ديالي توفات هذه تقريباً ثم سنين واخد لي وقت كبير باش نقدر نتكلم عليها وعلاقتي اللي كانت بها وكتعرفة ان كان واحد حاجة يعني كتزعجني في العلاقة ديالي بالأم ديالي تكلمتي على علاقتنا الجميلة اه بيانسيوك بحال بزر ديال الناس كانت عندي علاقة بالأم ديالي اللي قوية بزر كنت كنت احترم بزر كنت كنت ماتلي أعلاف بزر تحويش ولكن كانتش حاجة اللي ما عجبانيش وباقي ما عمرني ما قدرت نحط عليك كلمات واضحة على هذيك العلاقة حتى احتاجت انني هذي ربما سنتين او ثلاثة انني نمشي عند اختصاصية نفسية ونتكلم وكان ديما كتقولي يا تكلمي مع الوالدة ديالي اللي واحد نهار بديت كان كتب حلقة وتكلم ديالي جدا جدا سيدي انا نتكلم مع ام ديالي وكانت واحد كنت اوبسيدي يعني كنت مهوسة بواحد الحالة بالضبط هي نهار كنت الام ديالي بقى ولها ساعات قليلة على انها تموت وكنت محتاجة انهضر معها ولكن ما كنت تخرج لي تكلمة إذنك هذي كلاسين كانت اترات فيها بزاف وملي بديت كان كتب بديت كان كتب بحلراني انا في ذاك المشهد يعني ماكش كاتبها باش تكون مسرحية خرج هذك الكلام من القلب من بعد من اللي خرج يمكن تقاسنتوا مع اصدقاء ديالي اللي اترفيهم بزاف لماذا اختيار ديال مسرحية بيس دو تياتخ ماشي قصة ماشي روية ولكن قبل نخليك مع روبرتاج صورنا في الصيف في مكسبة شاطئية جميلة جدا في شاطئ الداليا المكسبة الشاطئية بشاطئ الداليا هي مبادرة تقافية اقامتها مؤسسة طانجة المتوسط منذ عام 2018 هذي هي الدورة الثالثة ديال هذي المكتبة الشاطئية اللي هي فضاء تقافي يقام في واحد المنطقة اللي هي سياحية واللي كتعرف توافد عدد كبير من الزوار وبالمناسبة هذي المكتبة قدرت في السنوات الماضية وحتى هذي السنة هذي تحقق واحد نجاح كبير بفضل العدد الكبير والهم ديال القراء اللي كيزوروا المكتبة يوميا المكتبة تتوفر علي حوالي 4000 كتاب موزعة على ثلاثة ديال الفئات كين كتب ديال الكبار كتب ديال اليافعين وكتب ديال الفئات الصغرى ديال الأطفال بلغات مختلفة العربية الفرنسية الإنجليزية والإسبانية وكذلك الأمازيغية هذي المكتبة كتعرف أيضا برنامج خاص ديال التنشيط اللي الجديد ديال هذي السنة هو برنامج سمينه العلاج بالقراءة اللي هو في حقيقة تجربة أقيمت الأول مرة في المملكة المتحدة الهدف منه هو علاج بعض الطيرابات النفسية الخفيفة اللي كيعانيوا من الأفراد ببوسطة القراءة يعني باقتراح كتب فدوا علاش الاختيار ديال بيزو تيادخ وماشي قصة ولا رواية كيفما قلت تتلغرها كنت محتاجة نسمع النص ونحس بالواقع دياله لأني كما شفت أول مرة فاش تقرأ النص شفت الواقع دياله على الحاضرين وكيفاش أنهم تأثروا وكيفاش أن الناس اللي كانوا ربما سادلين تسطار ديال الاجتماعي حاطين هدود بيني وبينهم كيفاش أنهم تحلوا وفتحوا قلبهم وجاوكي هضروا معي على لوحة الحاجة اللي بالنسبة لي شخصية بزاف وأنتم بزاف يعني حسيت براتي أنني بحلق قصتي حاجة كبيرة بزاف وبغيت مشي في هذا الاتجاه ومن جهة أخرى كتمحتاج المونولوج المونولوج كان ممكن طبع الحالة يقدر يتقرأ كتاب كان نظن عجبك ممكن تمنى نعجبني ولكن من غير القرية كتاب كتاب تبغى أن نسمع النص نسمع الناس أنهم ما يقدروا مني تسالي المسرحية ولذلك شيء أنهم ما يقدروا يجيوا ويعبروا تهم على عشانه باش يحسوا و عشانه بغاوا يقولوا وثانيا بغيت نسمعوه في مجتمعات مختلفة ونخلي الناس من مجتمعات متعدة تأدوبتي الكتاب تتبناه وتتبنا الموضوع وتقرأها بطريقتها قبل أن نصل إلى شخصية الفدواء حيث سيختانوه حيث كان عارفك أنا شخصيا مقدرش أنني نقرأ بحالة نسمع صوتك يعني تنقرأ بصوت الفدواء وش فدواء حاضرة في كل شخصية من خمسة الشخصية ما كانت كاتب يكتب على شيء لا يكون شيء ما كانت أكثر تغيزة نازل من القمر ستكون في شيء شيء ستكون غير طريقة تفكير ستكون غير المنطقة التي نفكر بها والتي نغيزون به يعني ضروري الآن أنا كينف في الكتاب ربما كينف بزاف ديال الشخصياتي أنا كلنا نظن كلنا سنكون نعيشنا أموها هذا ما يقولي بعد دور القراء أنا كلقى وراسهم في جوجلات ثلاثة شخصيات ما شغير في وحدة فيهم على حقا في كل شخصية حاولت نركز على وحدة لصبي من العلاقة وحدة الجانب من العلاقة ولكن هذا ما يعنيش أني ما عنديش الجوانب أخرى غير هو مثلا كان أنا بالنسبة لي إيمان كانت قريبة لي وربما هو اللي جهدت في راسي باش نهضر عليه ولكن طبع الحال كان شوية ديال ماريا شوية ديال فدواء شوية ديال ساميرا أوسي وأخا جسو بامغ كان مني في كل هذا ولكن طبع الحال ما هو أنا أنت بين الناس القليلين في المغرب اللي حصل حد كيعيشوا مدين من الكتابة ولكن من القراءة أنت ممكن عتبك النقيدة أدبية إذا بزاف شوية بزاف شوية بزاف شوية صحفية صحفية فين كينا العلاقة بين الكتابة والقراءة ديجا ما يمكنش تكسبين ما كتيش كس قراءة يعني يعني إلا جاشي واحده يقول لي يا راني كان كتب ما عزيش عليها قراءة بزاف ولكن كين 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 كتب أغان بحكي عليه وهدي ممكن ما كاناش بزاف ربما كينان في شي شي ميادين ديال الكتابة اللي بحل مثلا كتابة السيناريو اللي كتلقى بفاف بزافة الناس اللي ما عمروا ما قرأوا الأداب وبالنسبة لي هذه ستتونا بيغات فيهم يعني ضروري لأن القراءة ماشي غير أنك تقرأ ستيلات سولة هذا سي أنك تضخم تجربة ديالك الإنسانية يعني كتعرف قصاص اللي عمرك ما كنتي ممكن تعيشهم تحتك بالتجارب وبالخيال ديال الكتاب أخرين وخير يكون عندك الخيال واسع ربما كلنا عندنا خيال واسع ولكن باش تولي كاتب باش تقدر تولي كاتب خصك تكون قريتية شانج بدل المرة كيبانوك شي كتوبة مستهلكين وتعودت القيصة مئة مرة والكاتب معه شلسوا أن القيصة تعودت مئة مرة فبالنسبة لي القراءة ضرورية باش الواحد يكتب ولكن ماشي كافية يعني خاص تكون خاص تكون بيانسور واحد شوية ديالة وبزاف ديالة ديالة تدريب وبزاف ديالة وبزاف ديالة بمأننا تنتكلموا على القراءة نخليك نشوفوا هذا اللقاء مع الطفل في شاطئ إتاليا تقسمعنا حبو لكتاب قراءة سبب هاملت هي الرائعة الأولى لشيكسبير بسبب آيات الفصاحة والبلاغة فيها وتحكي أن الملكة جيترود تزوجت كلوديوس بعد شهرين من وفاة زوجها هذا الأخير ظهر طيفه مدججا بالسلاح يطلب من ابنه هاملت الانتقام لمصرعه نحى هاملت عاطفته تجاه أوفيليا ومضى في التخطيط للانتقام من مغتصب أمه وملكه وسعادته لكنه بالخطأ يقتل والد أوفيليا خاصة وأن الشك استعر بداخله حيال كل بنات حواء يفطن الملك لمخططه ويرسله إلى إنجلاتيرا قصد إعدامه لكن البطل ينجو ويعود أدراجه نحو دانماركة مصادفا جنازة الحبيبة أوفيليا التي ألقت بنفسها في النار يقرر لايرس الانتقام لمصرع أخته ووالده فتقوم مبارزة بينه وبين هاملت لتنتهي المصرحية بمأساة عظمى ألا وهي وفاة كل من هاملت وأمه وكلوديوس وأولايريس هوراشيو إنك لا رجل عظيم اختارته نفسي فاروي عني وعن قضيةي الحقيقية كانت هذه آخر كلمات الأسطرة هاملت ما باتت القراءة عندي فعلا لتسليه بل فعلا للتثقيق حيث وردت على غديري العلوم حتى أولى دجل جاهل فدوى أول تجربة في الكتابة تم ترشي حديلك مؤخرا للجائزة ممكن إلا تكوني سعيدة نتمنى أبطويت الحال خصوصا أن نحن عارفين أنه قليل بعد فرش المصرح كي تنشر ككساب وغالباً ما كيكونش عنده بلاسة وسط الأدب في الجوائز يعني كنت أترشح فأنا كنت رشحت مابين ستفيناليست البري إيوارة طبعاً الكلام غين كوصا ستكون كونسيكراسيون وكيش جاني لأنني نكمل في الطريقة فدوى شكراً لهادة لحظة أنت من لك حد موفق شكراً لك ساليم شكراً لكم شكراً لكم